بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه مع مكونات العقل المسلم من مكونات العقل المسلم أنه يرى هذا الكون المحيط بنا وله موقف من هذا الكون هذا الموقف من مكونات العقل المسلم الموقف من الكون من مكونات العقل المسلم مما يتكون هذا الموقف من الكون هي بنا نأخذ شزارات مما ذكرنا ونضيف عليها حتى نفهم موقف العقل المسلم من الكون باعتبار ذلك مكونا من مكونات ذلك العقل يرى المسلم في رؤيته الكلية لهذا الكون أن هذا الكون يسبح لأنه سمع قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبح ويؤكد هذا ويرشحه ما ورد في البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد سبح الحصى يديه بين يديه في كفه الشريف وسمع هذا التسبيح الناس وكانت هذه معجزة لكن هذه المعجزة لم نرها إنما ترشح في وجداننا وتأكد من قوله تعالى من ناحية وإن من شيء إلا يسبح بحمد الله بحمده ومن ناحية أخرى أن يسبح الحصى في يديه صلى الله عليه وسلم وينقل هذا المسلمون عبر التاريخ وهم يصدقون هذه المعجزة حتى لو لم يرواها لو جمعنا بين هذا لترسق عندنا أن هذا الكون يسبح وإذ بالمربين المتصوفين هؤلاء الناس يأتوننا ويقول لا 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 تفزع الكائنات فإن هذه الكائنات تسبح ولذلك ينهون أن نتعامل بعنف مثلا مع الباب فلا نطرقه بعنف ولا نتعامل معه بعنف فنطرقه ويغلق بعنف لا نغلقه بعنف لماذا؟ هذا باب جماد لا يشعر لا يحس لا أبدا رؤية الكلية للمؤمن لهذا الكون أن هذا الكون فيه تفاعل يشعر بالتفاعل مع الكون هذا الكون يسجد لله سبحانه وتعالى هذا الكون والنجم والشجر يسجدهم لهذا الكون فما بكت عليهم السماء إذن السماء تبكي والأرض والله سبحانه وتعالى قال للسماء والأرض ائتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فالسماء والأرض تتكلم وتأتي وتطيع إن أعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وإشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إذن فالسماء والأرض والجبال والبحار والأنهار يعني عرضت عليها الأمانة فأبت إذن فهي من شأنها أن تأبى وأشفقت من هذه الأمانة ولم تقبل إذن وقالت الرحمن على العرش استوى ويقول أهل السنة استوى أي استولى واستولى هنا بمعنى قهر وكأنه عرض عليه الإتيان فتلكى مثلا أو قد يكون حدث نفسه بشيء من العظمة من العظمة هكذا ينظر المؤمن بهذا الكون أنه فيه حركة وفيه تسبيح وفيه السجود وفيه شفقة وفيه رحمة وفيه قهر وفيه خضوع وفيه حركة وذلك هنا يأتي مكون من المكونات الأساسية في هذه الرؤية الكلية للعقل المسلم يتلخص بيه أن الإنسان هو ليس جزءا من هذا الكون تجري عليه تلك المجريات إنما هو سيد فيه وليس سيدا له انظر إلى الكلام أمامنا أمران الأول أن الإنسان سيد في الكون وليس سيدا للكون هذا أولا وثانيا أن الإنسان ليس جزءا من الكون لأنه سيد فيه هذه تترتب على هذه وهما مكونان نفرد في حلقة قادمة أنه ليس جزءا من الكون ولكن هيا بنا نتكلم عن أنه سيد في الكون وليس سيدا للكون السيد هو الله هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكون هو من أنشأه وخلقه ورزقه وأحياه ويميته ينشئه فهو الخالق البارئ المصور ويفنيه سبحانه وتعالى فهو الأول والآخر هذا هو سيد الكون الذي بيده الملك والملكوت أما الإنسان فهو سيد في الكون سيد في الكون لأن الله سبحانه وتعالى وهبه العقل ووهبه العلم وحمله الأمانة أمانة التكليف فهو قابل لهذه الأمور ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى سيدا في الكون هذه السيادة تتلخص في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم إذن ابن آدم مكرم وليس هو يعني مهمل في هذا الكون إني جاعل في الأرض خليفة فيصلح أن نقول إن بني آدم خليفة الله في أرض طيب ماذا فعل الله سبحانه وتعالى حتى يثبت سيادة ابن آدم بهذا الكاون سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا من يبقى نظرية التسخير كونت مكونا مهما في عقل المسلم يقول ذلك المكون أنت أيها المسلم سيد في الكون ولست سيدا لهذا الكون بل إنك سيد في هذا الكون سخر الله لك الليل والنهار سخر الله لك الشمس والقمر سخر الله لك الجماد والحيوان وكذلك أسجد لك الملائك في قصة القلق قص الله علينا شيئا غريبا وهو أنه قال للملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين اسجدوا لآدم فآدم سيد يسجد له أسجد له الملائك ترشح عند المسلم لأن الله حمله الأمانة وأن الله سبحانه وتعالى وهبه العلم لما قال إني جاعل في الأرض خريفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إذن فوهب الله لنا العلم ووهب الله لنا الأمانة فحملها الإنسان ووهب الله لنا السيادة فأسجد لنا ملائكة فترشح من كل ذلك هذا المكون للعقل أنني سيد في هذا الكون لأن الله صخر الكون لي وأنني لست سيدا لهذا الكون لأن الله هو السيد وأنا مكرم في هذا الكون ويجب علي أن أقوم بواجب الذي كلفني الله به وخلقني من أجله هذه الخلافة الربانية هذا العلم الذي ينبغي علي أن يوصلني إلى الله رب العالمين تكون مكون عقلي للمسلم لأنه عبد لله سيد لهذا الكون ليس سيداً أنه سيد في هذا الكون وأنه ليس سيداً بهذا الكون بل السيد هو الله هذا هو الجزء الأول من هذا المكون جاء من تراكم هذه الرؤية تسخير التسبيح السجود التفاعل الكوني التكريم لابن آدم كل هذه الأشياء نتج منها هذا المكون المهم وهو أن الإنسان إنما هو سيد في الكون وليس سيداً للكون نتج من هذا ما سنفرده مرة أخرى من أجل أن نتبين كيف تولد من هذا المعنى أنه ليس جزءاً من هذا الكون بل إنه كريد وحيد وهذا الكون كله قد سخره الله له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته